أيضا حملت ساعات الأخيرة خاصة منذ أعلان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد أنهيان عن قرارات جديدة منها نجل الشيخ خالد بن محمد بن زايد أنهيان وليا لعهد أبو ظبي تطور إيجابي فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تمثل في رسال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده برقيتي تهناء إلى الشيخ محمد بن زايد هنأه فيها بمناسبة صدور القرارات والمرسيم الأميرية الأخيرة كمان جبنا للتطورات الأكثر أهمية بيتتمثل في إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من عبد العزيز اتصالات هاتفية بكل من الشيخ هزاع بن زايد نائب حكم أبو ظبي والشيخ طحنون بن زايد نائب حاكم أبو ظبي والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات وكمان الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي كلا على حدة وده لتقديم التهناء بمناسبة صدور القرارات والمرسيم الأميرية بتعينهم في مناصبهم القيادية الجديدة